دكتور عمر التصوف في مصر يوصف بأنه قديم في صميم الشخصية المصرية وأنه عميق عمق آلاف السنين مع الشخصية المصرية باهتمامها حتى بتوفيق روحانياتها وعادتها وتقاليدها وإنسانيتها والبعد عن ما يخالف الإنسانية اللي هي فطرة الناس وصولا إلى وقتنا هذا مر تقلبات كتير على الشخصية المصرية وفضل في عمقها هذا التصوف لا يغيب في بعض الناس بتبقى شايفة الموضوع طريقة وبعض الناس شايفة خلق وسلوك وبعض الناس مش عارفين هو إيه هو موجود هو بيتخلق بأخلاق حسنة بيتبع سنة سيدنا نبيه عليه الصلاة والسلام لكن هو مش عارف ده إيه دائم توصيفه إيه عنده فخليني أسمع الثلاث أنماط من حضرتك موقعهم إيه من الإعراب دلوقتي في المجتمع المصري هو الحقيقة التصوف هو نفس الترتيب الحقيقي تفضلت به هو موجود دائما يعني التصوف طول عمره علم وطول عمره كمان سلوك وطول عمره كمان في طرق مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نبتدي بالتصوف الذي هو علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد وأنا بحاول أجدد مع الناس مفهوم شوية بيبقى غائم عندهم وده اللي بيستغلوا كثير من أهل التدين الكمي إن هو فكرة أن المعروف ليس مهما وده غلط ده المعروف لابد من التعمق في فهمه منه حديث سيدنا جبريل حديث سيدنا جبريل اسمه حديث أم السنة وحديث أم السنة زي ما عندنا أم الكتاب والفاتحة عندنا أم السنة وهو حديث سيدنا جبريل حديث سيدنا جبريل فيه الكلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان العلماء عشان دايما بنقول العلوم أتت للحفاظ على الحقائق والمعاني كده فعندنا معنى الإيمان لو ترك يضيع ولذلك ليه العلماء ورثة الأنبياء لأنهم يحافظون على الحقائق ولذلك يقولوا العلم وإدراكوا الشيء على ما هو علي يعني إدراك الحقائق فجه العلماء أنشأوا علم الكلام وعلم التوحيد وعلم الأقيدة عشان يحافظوا على معنى الإيمان حقيقة الإيمان وأنشأوا علم الفقه للحفاظ على حقيقة الإسلام وأنشأوا علم التسكية وعلم التصوف للحفاظ على حقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإذا علم التصوف هو العلم الذي يحافظ على مرتبة الإحسان فهم قالوا بقى في الممارسة ما فيه واحد ممكن ما يكونش عالي فهلو ما يكونش صوفي قالوا لا لو كان هذا الشخص حصل من العلم ما يحصله لأنه عندهم أن التصوف هو المراس الحقيقي لرسول الله وليصحابة رسول الله يعني بيقولوا هو إيه التصوف غير اللي فعله الصحابة اللي قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة اللي هو ماذا فعل أعدوا يرصدوا ثلاثة أيام ويدخل نفس الرجل فسيدنا عبد الله بن عم ذهب وطلب منه أن يضيفه ثلاثة أيام ليرى ماذا يفعل فلم يجدوا إلا أنه ينام وليس في صدري شيء من أحد فقال له بهذا بلغت ما بلغت فعرف السر بأنه قلبه نقي قلبه نقي يعني ما المراد من أهل التصوف قال إلا من أتى الله بقلب سليم يعني هما بيقولوا إيه ليست علامة التدين الحقيقي هو أن تكون تتحرك بحركات دينية ولكن هذه الحركات إذا لم تكن مجموسة في أنوار الله من عم بالله ولذلك كان العبارة عندهم كان التدين مصري بيقول إيه بيقول كده بيقول إيه علامة تدين للإنسان علامة تدين للإنسان فيه سبع سمات مش أطول فيها لكن فيه سمة مهمة جدا إن علامة المتدين المصري أنه طيب الطيابة فنقول فلن دوت متدين يعني فلن ده طيب طيب يعني إيه إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب فطيب يعني إيه طيب يعني ثلاث سمات زي ما حدثت النبي قال سهل هين لين ورسول الله قال إن الله حرم النار على كل هين سهل لين طب أنا دايما أقول للناس في تأملات الحديث الرسول الله والسلام ليس هذا يتكلم عن نار الآخرة فقط بل يتكلم عن نار النفسنة والمنافسة ونار الأحقاد ونار الغل والحق فإن في الأولى نارا كما في الآخرة نار وإن في الأولى جنة كما في الآخرة جنة